ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسية موظمي ترجمة نانسية حتى الواقع نطلق ترجمة نانسية من العام نحن نتعلم بشكل كاليتي كان قدرنا قاوص هذا من 300 درهم ونحن نتعرف إلى 2500 درهم أكيد التوب ستغير حتى الشكل وحتى المال ما يحدد فلاحظت بأنه سيديس بزاف فكروف هذا التوب ودارو بهذا التوب نحن نعرف أولا خديجة كيف نختار هذا التوب وكيف نتعامل معه وكيف نتخصه نعم سوكينا هات التوب كيف ما قلتي راجعت واحد الصيحة ديالو بواحد الشكل كبير بحيت كي لبسوه رجال، عيالات، دراري، شبان يعني واحد التوب اللي هو أولا توب زوين، وتوب قديم، وتوب شريف وتوب اللي لبسوه جدودنا ووالدينا في زمان ومن اللي نحضر ذا بحضر بواحدة طريقة اللي هي فيها الكاليتي على حسب كل واحدة الميزانية ديالو ولحسب القدرة ديالو اللي غادي يقدر يشيري كيف ما قلتي ابتداء من من كين اللي تسوز دي اللي كيدير ستين درهم المتر نعم موجود بستين درهم المتر وانتي طالعة حتى ميتين وخمسين درهم، تلتمية درهم، مربية درهم لحسب كيف ما قلتي، لكاليتي على حسب الدولة منين جاي لأن الوقات اللي كنشوفه توب جاي من أوروبا را دائما تيكون توب ديالو طالع، والتوب اللي كي جينا من كوريا ومن هذا تيكون شوية توب ديالو بسات فبالنسبة للأتوب اللي بغينا هو شوفي، السوز دي بجميع أنواعه مقبول مقبول أملي كان لبسوه، كان كنوا مرتاحين فيه، هو لا سيما أنا، لكن لخيطناه بالبرشمان، أولا لخيطناه بوحدة الخيطة اللي هي رقيقة أولا بالملاقية بالنسبة للسيدات، فهو واحد توب اللي مقبول الإنسان إلا ما شيف المستطع ديالو أنه يشري توب سوز دي غالي، يقدر يكتفي بالتوب الرخيط، ويحيد منه شهوته، يلبسو إياه اللي شلاسه كينا هو توب نسائي رجالي، يعني يقدروا لبسوها نساء ويبسوه رجالي نعم، وكان مقتصر في حد لوقتها غير على الرجال، ولكن دبا السيدات دخلوه جنب مع الرجال، ولو كي لبسو جلال بهم، ولو كي لبسو التوابة ديالهم فاتتوا بالمخطط الرجالي، كان مقتصر غير على الرجال، ولو دبا النساء كي لبسوه بالمخطط الرجالي، دي الحباوي، أولا تقولوا ليحنا الخرقاء نعم، ولا يعني فيه أشكال كثيرة، فيه أشكال كثيرة، والسيدات هي كتلبسوه، شهوتها فيها تلبسوه نعم، مي كنت تكلموا على الأنواع ديال الأتواب اللي كتكون شريفة، وكيف ما تتكلموا نحنا عطينا مثال ديال السوس دي، وأشارنا ده بحتال الحباو والخرقاء إلى غير ذلك هذه الأتواب اللي عندها وحد الخصوصية، كتتخدم بوحد طريقة عندها خصوصية بطبيعة الحال كيكون فيهم الخطة ديال السوس، كيخصنا نعطيني وبيهم بوحد طريقة معينة دائماً كنتكلم على السوس دي، وعنده واحد طريقة خاصة ديالتعامل، خاصة لوقيتها اللي تبغي تخيطي السوس دي تردي معاه البال، ولوقيتها من اللي يتخيط ويسالي من اللي يمشي عند البريسينغ خاصة باش يتحدد، بحيث أنا البريسينغ مخصوش ينزل عليه ديك لأنه في واحد الفيبر، واحد النسجة ديال الصوف، داك الصوف من اللي كانت نعطيها سخونية كتتكمج، وكتنقدرون الجلبة، أو القفطان دي والبريسينغ، وهو قدنا، ونقدرون نرجعه، هو صغير علينا، علش لأنه ما تحددش مزيان، وما كانش عنده واحد لا تيكنيك في لغو باساج دياله، نعم، وواحد احتفت تصبين دياله، ودائماً كننصح اللي بغي يلبس السوس دي دائماً يصبن أسيك يعني هادك جلبة مش ديالت كرفيسك؟ نعم، أنا تنقول من اللي كتصبني الحاجة أسيك، فراها ماشي من اللي كتجيك غالية، راها ماشي غالية، راها اقتصادية شلوقتها اللي كان ديوشي جلبة مثلاً ونصبنوها بواحد التامان، فراك يطول عمرها على عكس أن ندينها الواحد اللي سيصبنها بالماء أو لا، فعننا فيها جوج لبسات ثلاثة لبسات كي تكون مقيوم علينا بالتامان اللهم نزيدوا حي تطريف الفلوس، ونصبنوها عند اللي سيصبنوها دائماً، ونتمتعوا بها إذن لخديجة ممكن تتكلموا على السوس دي، تعرفنا على مجموعة دلمعلومات اللي كتسمتوا بهذا بنسبة للخياطة، غالباً نفكر في خياطة خفيفة، بنسبة لك السوس دي باش نقدروه أن ننخيطه حيث أنا بصراحة أنا شخصياً كيجمي السوس دي بالبرشمان، ما نقدش نفوت البرشمان واتباك الله راها مشاو فيه الناس خيطوه بالرندا، داروا بالحسيرة، داروا الحسيرة بواندوكوا، داروا الخدمة للمرقيقة يعني تبارك الله الناس راها مشات فادة، لكن أنا دائماً تنصح بنيتي كون توب خفيف سواء السوس دي أو الأتواب اللي كتشبه للسوس دي بحل لاموسلين الخفيفة ذاك الأتواب كلها ما كان خصناش نزيروها في الخدمة ولا نحطو فيها واحد الخدمة لي هي تقيلة باش ما نكرفسوش التوب حق الناس راكتشها شي خدمة تكون تقيلة تحطها في واحد التوب ولكن تعزل التوب في انتحط الخدمة التقيلة باش ما نضيعوش ذاك التوب لانا كمام را عندو واحد للشغم ديالو كمام را احنا كنشريه بواحد ثمان لي ممكناش نحطو فيها الخياطة ولكن توب كيتمزق قدامنا أرغب لما نسحش به الناس أن يديرو فيها الخدمة تقيلة إذا دل أتواب لي كتكون هكا تحساسة من الأحسن أن نخيطوها خياطة خفيفة دائما خياطة خفيفة ولسوس دي ربما ما بغينا نديرو هو اللي من الفوق ونديرو تحت منه قميز فما نتعدوش فيه البرشمان أولا راندا رقيقة أولا شي اخويتا رقيقة ديال المعلم ولا دبانا نصدق ولا باش ما ننتقلوش أنا أولا بعدها واحد الفكرة أنا أعطيها للناس اللي كي تسمعوا لي يا أنا أي حاجة لبسة مثلا لبسة أولا جلبة مخيطة مثلا بواحد الخياطة اللي هي تقيلة أين فوا كان علقوها في العلاق راه كل هذيك الخدمة كتبط واتوبتها هو كياكل عصا وكيتمزك كيف ما بغي يكون نوعه دائما تعلاق كي كرفس الحويش فنصحة السيدات إلا كان بالمستطاع ديالهم أنهم بدوا يطوي واللباسي ديالهم ويدرون في البابي دوسوا ويدرون في هدك البوشات اللي كينا ويدرون جوج 3 أو 4 دياللبسات مع البابي دوسوا ويدرون هكا مرتبين في البلاكار ديالهم تعلاق كي كرفس الحويش اشتركوا في القناة